زي ما قلت لكم متولي شارك في التدريبات الجماعية النهاردة بعد ما الجهاز الطبي اطمأن عليه وإن شاء الله هيكون موجود مع سكواد النادي الأهلي عبدالقادر وكريستو هم الاتنين بس اللي تخلفوا عن السفر للمملكة مع بعثة النادي الأهلي طبعاً اللي هتشارك في كاس العالم بسبب الإصابة والاتنين بيشتكهم الخلفية فيه فحوصات طبية اتعاملت للاتنين ودكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول أكد أنه سواء عبدالقادر أو محمد داوين الكريستو الاتنين تعرضوا لإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الأخير اللي أقيم أول مبارح على ملعب التتش والاتنين هيخضعوا لمزيد من الفحوصات الطبية عشان يتم وضع البرنامج العلاجي والبرنامج التأهيلي المناسب لهم إن شاء الله والاتنين هيخسرناهم يعني أنا بشوف أو تلاتة التلاتة احنا خسرناهم في البطولة دي تلاتة كمان من اللعيبة المهارية اللي تراهن عليهم إن هم يكونوا أصحاب حلول في مطشات صعبة بتتكلم على أقوى مستوى منافسة هيخده الأهل إذا كنت بتتكلم على بطولة أفريقيا بتتكلم على دوري محلي دوري محلي ممكن تقول إنه الفرق اللي ممكن تكون بتنافس مع الأهلي زمال الكو بيريمتز دوري أبطال أفريقيا ممكن تكون الفرق اللي بتنافس مع الأهلي هي الوداد وسانداونز مع كامل الاحترام طبعا والتقدير لكل الفرق اللي موجودة ومن الورد جدا يكون فيه مفاجآت لكن بقول قياسا على المستوى في السنوات الأخيرة لكن لما بتروح لبطولة كاس العالم انت أعلى مستوى من المنافسة على مدار السيزن كله سواء نجحت في تخطي عقبة اتحاد جدة هتقابل فلومينينزي البرازيلي لو شارك ولو نجحت في تخطي عقبة فلومينينزي هتقابل الستي لا فيش شك إنه أقوى فريق على مستوى العالم في الوقت الحالي القصة إنك لو استمر مشوارك في البطولة دي البطولة هتبدأ يوم 12 تنتهي يوم 22 لو استمر مشوار الأهلي في البطولة دي لغاية 22 هتسافر من السعودية على الإمارات عشان تبدأ كاس السوبر المصري أو كاس النخبة المصري في شكله الجديد اللي هيشارك فيه الأهلي مع بيرامدز وفيوتشر وسيراميكا الأهلي هيلاعب سيراميكا فيوتشر هيلاعب بيرامدز والاتنين اللي هيكسبه هيلعبوا المباراة النهائية يوم 24 إزاي؟ ما تسألش يعني الأهلي ممكن يكون بيلعب نهائي كاس عالم يوم 22 نتبنى ونحلم بدا يكون عنده بعدها بعدها بـ 48 ساعة رحلة من السعودية للإمارات صحيح رحلة مش طويلة لكن بالتأكيد هتكون إلى حد مرهقة وهتخل بأجندة النادي الأهلي وانت جاي من 3 مطشاط لو نجحت في الوصول للنهائي صعبين جدا عشان تبدأ رحلة جديدة الدفاع عن لقب جديد وبطولة جديدة هي كاس السوبر المصري